السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في صحة جيدة انتم تشوفوا هذا الفيديو مرحبا بكم في القناة اليوم ان شاء الله سوف نصوف معكم تحلية بالكراميل تجي اكتر منه رائع لعشاق تحليات وعشاق الكراميل يجي القوام ديالها كريمي ما تشبعوش منها اكيد إلا جربت وغتنا الإعجاب ديالكم وإلا عجبكم الفيديو لا تنسوش لايك ولماذا زال ما تشترك يشترك في القناة ويفعل جرس باش يوصلوا دائما الجديد وبقوا معايا بشوفوا المقادر وطريقة التحضير بسم الله على بركة الله اول حاجة سوف نصبو الكراميل عندي هناك كأس ونص سكر صانيدة ماء يعادل مئتين جرام سوف نضعو في كأس رونا سوف نضعو على نار اللي تكون مهيلة سوف نضعو حتى يدوب سوف نضعو كأسرنا غير بشوية بشوية حتى يبدأ يدوب لنا السكار سوف نضعو على هذا الشكل سوف نضعو على هذا الشكل أولا نضعو ملعقة خشبية ونضعو حتى يدوب لنا هذا السكار المهم على نار اللي تكون مهيلة ومن بعد ما يبدأ يدوب لنا السكار كننا اخذ واحد الملعقة خشبية كنستمرو بتحريك حتى يدوب لنا تماماً كراميل كراميل سوف نضعو ملعقة كبيرة الزبدة ونضيفها على الكراميل ونحركو بهذا الملعقة الخشبية نزول كسرون على النار ونضعو نضعو حتى يدوب لنا هذه الزبدة ومن بعد ما يدوب لنا الزبدة سوف نضعو الكأس سخون 150 مليل لتر بنفس الكأس سكار نضيفه على الكراميل ونحركوها بشوية حتى يدوب لنا تماماً حتى ينساجم مع هذا المال يضفنا ملعقة كبيرة نضيفه على الكراميل ونضيفه على الكراميل سوف نضيفه مع التحريك دائماً وعلى نار لك تكون مهيلة نضيفه 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 ونضيفه كراميل خاصة غير تحليات أو لتزيين طورتات أو لتزيين حتى القلاص يعني خاصة بالصابل أو للحلويات لأن القوام يبقى متلوق سوف نضيفه كراميل سوف نضيفه ونضيفه حليب سوف نضيفه بالكأس 150 ملل نضيفه كأس ثاني ونضيفه ثالث ونضيفه ونضيفه كأس الرابع في المجموع ونضيفه سكر ساندة ونضيفه الملعقة ثانية ثلاثة ثلاثة ملاعق سكر ساندة ونضيفه شصية سكر ثلاثة ثلاثة ملاعق كبيره الملعقة الثانية ثلاثة ثلاثة ملاعق كبيره نضيفه ونضيفه ثلاثة ثلاثة نضيفه ثلاثة نضيفها ثلاثة 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 نضيفها على التحلية نحرك نضيف سكار الباني ثم نضيف ياغورت نكهة البانان نكهة الباني نضيف ياغورت نضيف ياغورت نحرك حتى ينسى جملينا هذا الياغورت يضفت مع تحلية نسنع نضيف موجة الكؤوس نضيف تحلية ونضيف بسكوي نضيف موضوع نضيف نضيف تحلية نضيف أكثر تحلية تحلية نضيف نضيف ملعقة و نصفها في الكقوس نضعها في الكقوس كبار 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 نضيفها مثل و نضعها في التلاجة ثم أضيفة تحليه كامل سوف نضعها في تلجة ونجعلها ثم برد تحليه ونزيلها ونظيفة تحليه كشفة تحليه قطعة طريفات صغيرة ووضعهم في الكؤوس ووضع المكسرات وضيف الكراميل وضيف بيسكويت من الفوق وضيف كراميل وضيف الكراميل 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 لحظة النموات وضيف الكراميل وضيف الكراميل وضيف الكراميل وضيف الكراميل لكم اكيد الاعجاب لكم متنسوش ليلي لايك وتفعلوا الجرس بتوصلكم دائما الجديد و الى فيديو قادم ان شاء الله اسلام عليكم